موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بتعلمية السنة الثانية باكالوريا وعلوم فيزيائية وعلوم رياضية في الجزء الثاني من شرح لدرس حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت وكما لا يخفى عليكم فهالدرس هذا ينتمي للمجزوء الميكانيك وبتحديد الطبيقات قوانين نيوتن غام بدأوا البداية دينا مع المركبتان AN وAT لمتجهة التصارع رأينا سابقا أنه يمكن أن نعبر عن متجهة التصارع لنقطة متحركة في أساس فريني بالعلاقة العلاقة دينا هي A تصارع يعني كيمكن لنا نعبره على التصارع راكي ساوي في أساس فريني AT في المتجهة E زايد AN في المتجهة N بالنسبة لنا غدي ندير واحد تذكير بأساس فريني الناس اللي متيعرفوش أساس فريني أساس فريني أساس فريني هو واحد الأساس للإسقاط هو أساس للإسقاط غير مرتبط بالمرجع غير مرتبط مرتبط بالمرجع مرتبط أساس 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 أن بحيث المتجهة المتجهة هي المتجهة في منحة الحرك وعدنا المتجهة أن المتجهة أن هي موجهة للداخل موجهة للداخل لداخل إنحناء المصار أساس وهذا المتجهة أن دائماً عمودية على أساس 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 في الناس أساس 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 ، أو ده بغضي ناخده نمتلو A E A T A N N N E كما كتشوفو عدنا اول حاجة قدوين عليها هي E قلنا بأن E مماسية للمسار وموجهة في منح الحركة حنا في الدوران نشوفو دائما أن المنحة المنحة بدينا هو هذا المنحة هي العكس عقرب الساعة عكس دوران عقرب الساعة فبالنسبة لنا E مماسية للمسار وموجهة في منح الحركة هي هذه و N هي موجهة لداخل هي هذه الموجهة لداخل وهي عمودي على E يعني هي N كي بقل لنا أعطي هي متجاجة تسارع المماسي فهي هذا أعطي وعدنا A N متجهة التسارع المماسي والمنضامي دابا غدي ندخلوه في المهم قلنا بأن A T A T هي متجهة متجهة تسارع المنضامي وراها كتساوي A T مضربة في E وعدنا A N اللي هي متجهة تسارع المنضامي فهي كتساوي A N في المتجهة متجهة N دابا غدي ندخلوه من بعد مدرنا تذكير في أساس فريني وعرفنا شنو كيمتالينا وكيفش كيمتالينا نمتلوه فدابا غدي نبدو بواحد الخاصيات اللي غدي يفيدونا في الدرس منهم أول حاجة أول حاجة شفنا جميع شفنا بأننا في الجزء الأول شفنا بلي V كتساوي R في تيتا نقلنا بأننا V كتساوي R في تيتا وشفنا كذلك S S كانت كتساوي لنا R في تيتا دابا واحد الخاصية جديدة غدي تضاف لنا لهذا الأساس فريني هو أن أعطي راها كتساوي R في تيتا دو بوان وكذلك A N كتساوي R في تيتا بوان وس إتنان هالتيتا وس إتنان كيفش وصلو لهادي كيفش وصلو لها هو أن أعطي أعطي بنسبة للناس اللي بغوا يعرفوا كيفش وصلو لهادي أعطي راها هي D V على ديتا و A N راها هي V مربع على R هي V مربع على R إلا عودتي هات V مربع هنا فغدي تعدك R في تيتا بوان وس إتنان و A راها هي الاشتقاق ديال V إلا درنا الاشتقاق ال V هاو اللي كتشوفو هنا راها يعطينا R في تيتا دو بوان وهدي منا شو صنا A N و A T دبا في الدواران هذو غادي نحتاجوهم في التمارين هذا A T و A N فحاولوا تعقلوا عليهم من العلاقات الأساسية في الدرس هي العلاقة الأساسية للتحريك في ضحالة دواران حول محور ثابت هنقرأوا الخاصية ديالها في معلم مرتبط بجسم مرجعي أرضي وبالنسبة لمحور ثابت لهو دلتا يساوي مجموع عزوم القوى المطبقة على الجسم السلب في ضواران حول محور ثابت دلتا في كل لحظة جداء عزم قصور جي دلتا والتسارع الزاوي تاتا دوبوان لجسم في لحظة معينة في الحالة ديلتا دولتا 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 د دلتا القيوة المطبقة على الجسم الصلب ج دلتا عزم قصور الجسم بالنسبة للمحور دلتا وتدلتا دوبوان هو التسارع الزاوي لجسم الصلب اللي يكون بالرادين في السوقون دمواندو هنا اللي خصنا نعرفه هو أن هاد العلاقة بحل القانون الثاني لنيوتون القانون الثاني لنيوتون شنو كان عندنا؟ كان عندنا مجموع القيوة الخارجية كي ساوي أم أجي هدا فينش كنا شفناه؟ كنا شفناه في الإزاحة في الدوران كنخدموه هادي يعني إذا كان عندنا جسم في حالة دوران كنخدموه هاد العلاقة مجموع العزوم بالنسبة للمحور يعني واحد القيوة اللي العزوم ديالها كتبق على المحور كي ساوي الج دلتا الج دلتا هي عزم قصور الجسم الصلب بالنسبة للمحور دلتا وتدبوان رهي بحل هاد أجي رهي التسارع في الحالة ديال الدوران كنسموها التسارع الزاوي وفي الحالة ديال إزاحة كنسموها التسارع دبوان كينين أجسام كينين أجسام لكل جسم كتكون عندو ذاك الج دلتا دياله عزم قصور بالنسبة للمحور بالنسبة للمحور بالنسبة لج دلتا عزم قصور الجسم الصلب بالنسبة للمحور دلتا رهي يكونو كيعطاه هالي نفط تمرين يعني مثلاً في القرص في الحالة دي القرص كيكون عنده واحد شعاع دياله R R وهذا هو المحور دياله دلتا فكيعتوني عزم قصور دياله J دلتا كيساوي واحدة لجوج M في R مربع عدنا كذلك حلقة هذا القرص ودي حلقة هاد الحلقات كيعتوني العزم القصور ديالها هو الج دلتا كيساوي M R مربع بحيث رأ عندها دلتا ديالها وعندها واحد شعاع اللي هو R كيعتوني كذلك الأسطوانة الأسطوانة هاد الخط المتقطع هو محور الدواران يعني أسطوانة كتدور حول محور الدواران فكيعتوني الج دلتا ديالها في دلتا كيساوي واحدة لجوج M في R مربع عدنا الكورة الكورة فتاة يلا دارت حولها واحد المحور التابت فهنا مجموع عزم قصور ديالها اللي هو الج دلتا كيساوي واحدة لجوج M R مربع واحد على خمسة جوج على خمسة عفون جوج على خمسة في M R مربع عدنا كذلك ساق الساق كتدور حولها نفسها بحل واحد دلتا يعني كتقدور دك الساق حولها نفسها بحلش مرواحة بحلش مرواحة فيها جوج ديال الشفرات كي دورو حول نفسها فكي تعطى عزم قصور ديالها اللي هو بالنسبة للمحور اللي هو الج دلتا كيساوي واحدة لطناش فاش في M المربع في التمرين راه كي تعطونا هاد المحاور كينين واحد الحالتين خاصين شنا هما هو أننا نلقاو هالتصارع اللي هو ديالتا دو بوان لقاوه مون عادي معني كيساوي صفر هنا شنو كنستنجو أن الحركة دوران حول المحور دلتا شنو كتكون كتكون حركة دورانية مون تظيمة مون تظيمة وعدنا الحالة ديال أن تيتا كالقاوها تيتا دو بوان كالقاوها كونستن يعني شي تابيتا فهنا الحركة دورانية متغيرة بانتظام حركة دورانية دورانية متغيرة بانتظام كما شفتوا العلاقة الأساسية للتحريك في حالة دوران راي هو نفس القانون الثاني غير هو مطبق على الحالة ديال دوران نعطيه واحد المثال ديال هاد الجسم هذا عدنا كما كتشوفو المجموعة مربوط بوحد الخيط هاد الخيط هاد ملوى على القرص وهاد الخيط شنو شاد شاد في واحد الجسم اس اللي هو على واحد سطح مائل شنو غاد يترى منيك نحرروا هاد المجموعة هاد الجسم هاد كي بدا ينزالق منيك ينزالق كيجر معاها الخيط الخيط منيك يتجر كيدور لنا هاد القرص حنا باش غاد نطبقو دابا في الحالة ديال الجسم هاد اللي هو القرص شنو كنطبقو العلاقة الاساسية للتحريك اللي قلنا هي ج دلتا كتساوي مجموعة ديال عزوم القيوة بالنسبة لمحور دلتا كتساوي ج دلتا فتيط دوبو بالنسبة ج دلتا رقلنا القرص عندوش ج دلتا ديالو يعني معروفة اعطيناها في سابقا وعدنا كذلك مجموع العزوم شنو مو العزوم اللي متبقى على هاد الجسم كينا كينا باي اللي هي من المحور كمتلوها باي وكينا اللي كتأثر على القرص هي تأثير ديال الحبل دي وعدنا واحد تأثير الخور اللي هو وار ديال الحتيكاك ديال تأثير المحور فهنا ثلاثة ديال القوى اللي كنشوفوهم هنا هادي ار فا كنجيو كنديرو جنو كنديرو كنديرو مدلتا مدلتا هاتشوفو على انها تطبيق رهب صيد مدلتا ديال باي ديال القوى باي زائد مدلتا ديال ار زائد مدلتا ديال 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 تاي كيساوي ج دلتا فتا دو بوا بالنسبة لنا مدلتا ديال باي و مدلتا ديال ار ره من عديمين بسبب قطع محور دو 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 عدنا ار و باي كيقطعو محور دو دو دلتا فا كنديرو كيساوي سافر شنو كيبقى لنا كيبقى لنا مدلتا ديال تاي كيساوي ج دلتا فتا دو بوا مدلتا ديال تاي راه في الحالة ديال الحبل راه هي كتساوي تاي فأر تاي فأر كتساوي ج دلتا فتا دو بوا إلا بغينا نخرجو تسارع فقد نديرو تسارع الساوي كيساوي تاي فأر على الجدلتا وعدنا يمكن لنا الجدلتا نعوضه بالقيمة ديالها غد نديرو تاتا دو بوا في الحالة ديال شفنا القرص الجدلتا دياله شنا هي هي واحد على جوج أم أر مربع يعني تاي فأر علي ياش على الجدلتا اللي هو واحد على جوج على جوج فأم فأر مربع وهذا هو يمكن لنا من بعد نخصى سلوب أر ولكن هذا راه هو القيمة ديالاش ديال التسارع الزاوي غنديرو شيء ستباق وغد نشوفو في الحركة ديال مشيغي التسارع بالنسبة للقرص غد نديرو دراسة للمجموعة كاملة لأن في المسألات كيعطيونا الجسم كيتحرك والباكرة وكيبغيونا نجبدو التسارع وعدي لدك الجسم تسارع الجسم بوحده عن طريق أننا نطبقو العلاقة الأساسية الديناميك ونديرو دراسة لجسم السي كما كتشوفو بوحده ونديرو دراسة للقرص بوحده ونجمعو التسارع الزاوي معيش مع مع التسارع في حالة الإزاحة ديالجسم ونخرجو بوحد تسارع له كامل فكنتمنى هد الفيديو يكون نال إفادة ديالكم وفادكم وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر